متوسطا رئيسي الوزراء البريطاني ريشي سوناك والاسترالي أنتوني ألبانيز يعلن الرئيس الامريكي جو بايدن تفاصيل صفقة لتزويد أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية وصفت بأكبر استثمار عسكري في تاريخ كامبيرا بالتزامن مع تصاعد التوترات مع الصين وزيادة عالمية في الانفاق العسكري أعقب الحرب الروسية الأوكرانية نحن نظهر مرة أخرى كيف يمكن للديمقراطية أن توفر أمننا وازدهارنا ليس فقط من أجلنا ولكن من أجل العالم بأسره وفيما يرقى إلى مواجهة مباشرة لنفوذ الصين المتزايد في المنطقة قال الرئيس الامريكي إن هذه الاتفاقية حاسمة لأمن المحيطين الهندي والهادئ وإنها مجرد بداية لمزيد من الشراكات من أجل السلام والأمن في المنطقة مسؤولون أستراليون قالوا إن الصفقة الضخمة ستكلف كامبيرا مئات مليارات الدولارات بما يشمل شراء الغواصات وبناء القدرات الصناعية الخاصة تمثل اتفاقية أوكوسا التي نؤكدها هنا في سان دييغو أكبر استثمار منفرد في القدرة الدفاعية الأسترالية في كل تاريخنا وتعزيز الأمن القومي الإسترالي والاستقرار في منطقتنا وفي تدرجات الصفقة ينتظر أن تحصل كامبيرا على ثلاث غواصات نووية من طراز فرجينيا مع خيار شراء غواصتين إضافيتين في المقابل حذرت الصين من أن اتفاقية أوكوس قد تؤدي إلى إشعال سباق تسلح واتهمت الدول الثلاث بالتسبب بانتكاسة في جهود منع الانتشار النووي نحظ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا على التخلي عن عقلية الحرب الباردة والوفاء بالالتزامات الدولية بنية سليمة وبذل المزيد لإسهام في السلام والاستقرار الإقليمي ويمثل هذا الاتفاق أحدث مناورة جيوسياسية بالتزامن مع إعادة توجيه السياسة الخارجية الأمريكية نحو مواجهة الصين التي تشتعل التوترات معها بشكل متزايد منذ تولي جو بايدن الرئاسة وآخرها إسقاط ما قالت واشنطن إنه بالون تجسس صيني حلق طويلا في أجواء الولايات المتحدة